نروح بقى لأخر الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية مع زملتنا العزيزة مريم سميح ورسلة قناة الأهل وهي متواجدة في جريدة الشروق مريم صباح الخير عليك كده وطلعينا ايه أخر الأخبار عندك تفضلي بصبح عليك يا نهواند وبصبح عليك يا كريم وبصبح كمان على كل مشاهدين مشاهدة قناة الأهل في كل مكان الحقيقة يعني النهاردة في البحث في جميع الصحف والمواقع الالكترونية كان حاجة مشرفة جدا ان اسم مصر بيعتلي جميع العنوين طبعا يعني بسبب القرعة التي اقيمت أمس السبت وقرعة طبعا كأس العالم لليد في نسختها 27 اسمه مصر فعلا زي ما بنقول كده يعني كان منور جميع الصحف بشكل مشرف جدا وكل الصحف شهدت على الشكل وتنظيم الرائع اللي حصل هنا في مصر طبعا تحت سفح الأهرامات والنهاردة كان فيه تعليقات كتيرة جدا بس أهمها طبعا كان تعليق كمان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة كان لي تصرحات إذاعية النهاردة صباح اليوم الأحد قال فيها طبعا ان كل سفراء دول الأجنبية والوفود يعني كان عندهم حالة من الانبهار بسبب هذا التنظيم المشرف على الرغم انه يعني في ظروف صعبة وكمان كسر كل القواعد اللي حصلت خلال ايام الماضية بسبب فيروس كورونا لان طبعا كان فيه التزام كبير جدا من منظمي هذه القرعة وكمان قال الدكتور أشرف صبحي صباح اليوم في هذه التصريحات ان هيكون فيه تلات احتمالات وضعها طبعا كوزارة الشباب ورياضة لإقامة المونذيال في يناير المقبل اول احتمال ان هيكون فيه حضور جماهيري كامل يعني لو فيه انخفاض في عدد الاصابة بكورونا ولو لا قدر الله فيه ارتفاع هيكون الاحتمال الثاني هو الحضور بنصف الجماهير والاحتمال التالت هو تلت الجماهير ولكن ان شاء الله يعني ده السيناريو اللي احنا ما نتمناش انه هو يحصل طبعا البداية كان من موقع دويتش فيلا كان من مصر قرعة مثيرة لنسخة لنسخة تاريخية من منذيال كرة الياد استحوذت قرعة النسخة السبعة والعشرين من بطولة كأس العالم من كرة الياد على اهتمام بالغ نظرا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم في ظل مشاركة اتنين وتلاتين منتخب طبعا اضاف دويتش فيلا ان البطولة المرة الاولى في التاريخ هيشارك فيها اتنين وتلاتين منتخب وهذه القرعة كمان يعني سهمت في كسر اجواء الازمة اللي عاشها العالم خلال الايام الماضية بسبب انتشار وباء او فيروس كورونا وكمان يعني اضاف الموقع تصديف مصر البطولة للمرة الثانية في تاريخ المنذيال بعد المرة الاولى عام تسعة وتسعين ولكن عام تسعة وتسعين كانت بمشاركة اربعة وعشرين منتخب فقط كمان اضافت دويتش فيلا انه بيضعف من الاهتمام بهذه النسخة في مصر الانجاز طبعا الكبير اللي حققته كرة الياد المصرية عام الفين وتسعة عشر يعني اكيد لما توج منتخب مصر للشباب موليد تسعين بالمركز الثالث في منذيال الشباب وفاز منتخب الناشئين موليد الفين بلقب بطولة العالم للناشئين كما احرص كمان المنتخب الاول لقب بطولة افريقيا في مطلع عشرين عشرين ليكون السابع له في البطولة القرية من موقع الشروق قرعة قوية لمنذيال الياد عشرين واحد وعشرين في مصر طبعا كان موقع الشروق البداية اقيمت قرعة بطولة كأس العالم لقرعة الياد عشرين واحد وعشرين امس السبت والتي تصادفها مصر خلال الفترة ما بين 13 الى 31 يناير المقبل تعد النسخة الحالية من بطولة العالم هي الاولى التي ستقام بمشاركة اثنين وثلاثين منتخب حول العالم واقع طبعا المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة المنتخبات السويد التشيك واحد الفرق من قرعة امريكا الجنوبية ده طبعا بسبب عدم انتهاء يعني القرعة في قرتي امريكا الجنوبية والشمالية وده هيتم تحديده في وقت لاحق شهدت طبعا الحفلة حضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ورياضة وطبعا كابت المحمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي وكان معايا كمان محمود الجرحي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي شارك كمان احمد الاحمر في سحب مراسم قرعة بطولة المنديل تحت صفح الاهرامات وشارك معايا عبد الرحمن حميد اللي حصل على لقب افضل حارس في بطولة العالم الناشئين في مقدونيا وكمان حسن قداح الذي كان هداف بطولة العالم ننتقل الى موقع اليوم السابع الاهلي يتجه للأسكندرية اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود طبعا النهاردة يختتم فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم الاحد استعداداته لمباراة حرس الحدود والمقرر لها غدا ان شاء الله في الثامنة والنصف مساء وهيدخل الفريق في معسكر مغلق عقب المباراة طبعا بعدها يتجه الى الأسكندرية استعدادا لخوض المباراة التي ستقام باستاذ الماكس ضمن منافسات الجولة الخمسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز يستعيد الاهلي طبعا في مباراة الغد علي معلول الذي لم يشارك في مباراة دجلة الأخير بسبب الايقاف من الصحف العالمية طبعا كان المشهد الأبرز كان هو تراجع ميسي عن موقفه وبقاءه في برشلونة فكان عندنا يعني اغلب الصحف العالمية اجمعت ان ميسي تراجع في مشهد دراماتيكي صلاتة الصحف كلها طبعا يعني منشطتها على بقاء ميسي في برشلونة او اعلان ليونيل ميسي طبعا نجم برشلونة الاسباني استمراره في صفوف الفريق وعدم اللجوء للمحاكم للحصول على حق الرحيل بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عندنا طبعا كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كان العنوان الأبرز فيها ميسي يغير اتجاهه وقال ان هو مستمر مع برشلونة واضاف سأبقى في النادي حتى لا أدخل فيه نزاع قانوني وأكد كمان ان إدارة النادي تصرفت معاه بسوق نية وكمان نأكد من خلال نيويورك تايمز الأمريكية انه عنده حالة من الإحباط أو كمان يعني نقدر نقول ان هو مازال غاضب جدا بسبب يعني اللي حصل ما بينه ما بين الإدارة أو النزاع القانوني بسبب طبعا الشرط الجزائي وان هو أبلغهم يعني رغبته في الذهاب ولكن تم نزاع قانوني كان هيكون ميسي هو اللي فيه الخسران رغم ان هو فيه أوائل هذا النزاع كان يبدو ان هو كان ممكن يرحل بشكل مجاني وطبعا علاقت كمان أو عنوانة صحيفة الجاردين البريطانية ليونيل ميسي يؤكد بقاءه في برشلونة لتجنب الخلاف القانوني طبعا تراجع مهاجم الأرجنتين عن قرار رحيل عن كاب نو ويعني يمكن العنوان اللي لفت نظر الجميع من The Guardian هو ميسي بعيد عن السعادة حيث قال ان هو أبلغت النادي بأنني أريد الذهاب ولكن طبعا النادي لم يستجب له يمكن كانت كل ردود الأفعال كانت هي بتؤكد ان إدارة النادي هي هتكون هي يعني الجانب الكسبان وكمان يعني ميسي كان هيخسر الكثير لأن طبعا الشرط الجزائي لسه لم ينتهي بعد فكانت دي أبرز جدود الأفعال من الصحف العالمية أخيرا عندنا طبعا النهاردة في الدوري المصري مباريات مهمة وكمان من دوري الأمم الأوروبية هنعلن عن أهم المباريات طبعا النهاردة الانتاج الحربي مع طنطة على أستاذ الأهلي والسلام في الثالثة والنصف عصرا الجونة وبيرمتز في السادسة مساء اليوم على أستاذ خالد بشارة كمان المصري البورسعيدي وإمبي في السادسة مساء اليوم والزمالك وطلائع الجيش في الثامنة والنصف على أستاذ القاهرة الدولي أما بالنسبة لدوري الأمم الأوروبية فأبرز المباريات اللي هتقام النهاردة هتكون سويسرا مع ألمانيا وسربيا مع تركيا وإسبانيا مع أوكرانيا وكوزوفو مع اليونان طبعا دي أهم المباريات وكمان أهم العنوين في الصحف العالمية عن طبعا القضية الأبرز وهي ميسي وكمان أهم العنوين حول العالم عن اسم مصر المشرف وتنظيم المشرف اللي شاهدوا مبارح المونديال أو قرعة كأس العالم لليد أمس السابت وبشكركم جدا عودة إلى استوديو مرة أخرى إحنا اللي بنشكرك يا ماري محيي شكرا ليكي وإن كنت جاوتينا كمان على الملف الأكبر وهو ملف ميسي إحنا كنا فعلا عايزين نعرف التطورات وسط لي فينا أنا بشكرك جدا ترجمة نانسي قنقر